كمان حابين نلقي الدوق على تصريح الثنائي بقى الاتنين اللعيبة المعنيين عقب القرار اللي صدر بإعارتهم محمد مغربي أكد إنه سعيد جدا بإنه حياخد تجربة الاحتراف الأوروبي وقال إن دي خطوة مهمة جدا في مشوار احترافه وفي سن صغيرة من خلال النادي الأهلي وأكيد حتساعده كتير فيه إنه ينضج يعني حين عودته مرة أخرى للنادي الأهلي بحسب رغبة النادي أو السماح ليه بإنه يتدرك بقى في دوريات ومستويات أقوى أوروبيا وكان حريص كمان فيه ختم تصريحاته على إنه يتوجه بالشكر لجماهير النادي الأهلي اللي سندته خلال الفترة الماضية وخصوصا الفترة اللي شارك فيها مع الفريق في كأس العالم للأندية بدورة الإمارات العربية الشقيقة طيب ده جانب